الفساد لعنة وقريمة لكن الفساد في زمن الحرب خيانة وسط إخفاقات متلاحقة لرئيس الحكومة معين عبد الملك طيلة السنوات الماضية وتصاعد تهم الفساد وتنامي السخط الشعبي تتسرب معلومات من وقت لآخر بتعديل مرتقب في الحكومة سيشمل رئاسة الحكومة وعددا من الحقائب السيادية صحيفة اندبندنت المقربة من الحكومة السعودية كشفت عن تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة معين عبد الملك إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل الصحيفة ذاتها أشارت إلى الاتهامات التي تواجهها الحكومة بالإخفاق السياسي والعسكري إضافة للفشل في تنفيذ أهم أولوياتها المتمثلة في إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد وإيقاف تدهور العملة وترد الأوضاع المعيشية في البلاد مع تفاقم الأزمة الإنسانية تهم الإخفاق العسكري والسياسي لحكومة معين عبد الملك والذي لا يعد عن كونه موظفا لدى طرفي التحالف يكشف عن حالة من التخبط والفشل لدى التحالف في إدارة حرب اليمن والتي توشك على دخول عامها التاسع مراقبون اعتبروا ذلك انتهاء مهمة معين عبد الملك ليصبح كبش فداء في مقايضات سياسية بعد تماهيه مع ميليشيا الانتقالي وأجندات التحالف في تقويض شرعية وتسليم سقطرة وشبوى للميليشيات المدعومة إماراتيا مشهد مضطرب يلفه الكثير من الغموض والتبايونات في موقف المجلس الرئاسي بكثير من الملفات السياسية والعسكرية مع سطوة طرفي التحالف على قرار الشرعية فيما التحالف هو الآخر يبحث عن مخارج تنهي الحرب ولو بمكاسب صفرية عبر تفاهمات تنائية مع جماعة الحوثي على حساب الشرعية ويبقى السؤال عن مصير اليمن واليمنيين بعد أن أصبحوا في مواجهة خيارات بعضها أسوأ من الآخر